تعرضت مواطنة من بلدية عين سلطان وليت عين الدفلة للإهانة من طرف رئيس دائرة عين للشيخ خلال استقبال المواطنين بمكتب رئيس البلدية المواطنة زهر السلطاني صرحت بأن الإهانة جاءت على خلفية تصريحها لوسائل الإعلام بخصوص قضية العمارة الآية للإنهيار بلال شرفاوي رصد لالتالية المواطنة زهر السلطاني بمكتب رئيس البلدية قلت له أنا مطلقة خمسة فالي تبع في ينهار مجيش كيت له من جاته رئيس بلدية عين سلطان أكد بأن رئيس الضائرة طلب من المواطنة زهر السلطاني مغادرة المكتب ولكنه لم يقم بإهانته على حد تعبيرها السيد رئيس دائرة قالها يا ودنتي يا عندك ساكن قتلوا إيه عندي ركي كارياتو قتلوني كارياتو 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 تقدري تسمحيني تخرجي خلاص نحن هنا نحضر معا ناس اللي رهم عندهم مشكلتين حسكن وعندهم مشكلتين على العمراء هذي المدام ماكي كاريال السكن تاعك هذه و ركي كماسية في وش عيبة تقدري تسمحيني ملقعkey كمانتو كملكو ilgili الشيقبات على المواطنة النخرين هي بانتله بالي إهانة لها وهذه مش إهانة صراحة المترجم للقناة